موسيقى خلال الليل وأثناء النوم تحتاج البشرة لتنفس الأكسيجين وإذا نمنا بالماكياج فإن هذا الأخير يسد المسام ويتسبب في هلاك للبشرة وتجعيد مبكرة رؤوس سوداء المسام المفتوحة التصبغات الجفاف احمرار البشرة حب الشباب اليوم جدكم بوصافات منزلية لإزالة الماكياج بطريقة طبيعية هي أفضل من مستحضرات إزالة الماكياج الكيميائية التي تتسبب في أذى كبير وإنعكاسات تلبيع على البشرة تابعوني أخوتي مع هذا الوصفات وطريقة الاستعمال الوصفة الأولى ملعقة من زيت الزيتون حيث أن زيت الزيتون يرطب البشرة طبيعيا ويزيل الماكياج بطريقة آمنة وصالح لجميع أنواع البشارات نضيف له ملعقة من زيت اللوز الحلو غني بالفيتامين ها الفيتامين اي لا فيتامين اي الكمياتين يعني متساويتين ملعقة زيت زيتون وملعقة زيت اللوز الحلو خلطيهم جيدا هذي شريحة قطنية قطن ديسك أو قطعة قطن غمسيها في الزيت مسحيها بلطفة نعومة على البشرة والرقبة تزيح لك الماكياج تماما حتى على دائرة العينين بإمكانكم استعمالها طبعا نستعملوها في الليل قبل الذهاب إلى النوم ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية وبشوري حبة خيار في النبشرة اليدوية قومي بتصفيتها نأخذ ملعقتين من عصير خيار نضيف له نسب ملعقة من زيت اللوز الحلو اغمسي قطنة أو شريحة قطنية في المحلول مريها على البشرة بلطفة نعومة بإمكانك تمريرها حتى على دائرة العينين أزيل الماكياج كله بلطفة تركيها لمدة دقائق وأخسلي وجهك بالماء البارد ورطبيه بعد ذلك بكريمك المرطب ننتقل الآن إلى مزيل الماكياج الموالي نحتاج إلى كوبين صغيرين من الماء نضيف لها ملعقتين من زيت جوز الهند كانت جامدة أنا قمت بإذابتها نضيف لها مقدار نصف ملعقة من زيت الفيتامين إي إلى الفيتامين ها نضيف لها ستة قطرات من زيت الأساسي اللفندر الخزامة له رائحة زكية وفي نفس الوقت يعقم البشرة يطهرها من الرواسب والسموم والماكياج ويعطيها رائحة زكية ويعطبها نأخذ الشرائح القطنية نضعها في بلارة برطمان أو كنينة زجاجية أو علبة زجاجية مزيل الماكياج هذا صالح للاستعمال إلى انتهاء الكمية خبيه في باب الثلاجة كل يوم في المساء اسحبي واحدة مسحي بها البشرة جيدا أمرريها على البشرة اللي فيها الماكياج راح تزيله تماما وأرجعي القنينة إلى الثلاجة يقوم بتنظيف البشرة يزيح الماكياج ويرطب البشرة في نفس الوقت لأنه مكونات ومغذية للوجه إذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس وما تنسوش تابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديد لحظة نزوله شكرا بزاف بزاف وإلى اللقاء سلام